لم يعد الحرس الثوري في إيران دولة داخل الدولة وخارجها فقط لكن دوره المتعاظم امتد إلى تحجيم المؤسسات السياسية وفرض سطواته على الاقتصاد والمجتمع لهذا يرى كثيرون أن الأصوات التي ارتفعت في مجلس الشورى هذا الأسبوع للمطالبة بوقف تدخل الاستخبارات في مفاصل الدولة ليست أكثر من ضجيج جانبي يثار ولا يؤثر حدود صلاحيات الحكومة الإيرانية المقبلة عنوان رئيسي لخلافات انقسامات ماضية تحت قبة البرلمان فالتشكيلة التي قدمها الرئيس حسن رحاني لا تزال بحاجة لجلسة تصويت على الثقة من المرتقب أن يعقدها البرلمان الأسبوع المقبل نائب رئيس البرلمان علي مطهري وجه انتقادات لاذعة لأداء وزارة الاستخبارات جاهر مطهري بمطالب الشارع السرية المتمثلة بضرورة الحد من صلاحيات أجهزة الاستخبارات الموازع في البلاد ووقف تدخلها في مفاصل الحياة اليومية المعني بالهجوم إذن هو الحرس الثوري المتنكر بزي حارس الثورة وحامي أمن البلاد وهي حجة شرعت الأبواب لعناصره وبدعم مباشر من مرشد البلاد باقتحام كل المجرات من وسائل الألام والصحافة والجامعات والطلاب والنقابات وصولا إلى انتهاك حرمة المنازل لا يمكن مساءلة الحرس الثوري عمليا على الرغم من أن القانون ينص صراحة على عدم السماح للأجهزة الأخرى بالتدخل في عمل وزارة الأمن والمخابرات وهو بند تتجاهله أروقة صناع القرار المتمركزة بقبضة المرشد كان رحاني قد نفى قبل أيام أن يكون قد أطلع خامنئي على قائمة وزرائه في كذبة سرعان ما كشفتها تصريحات الوزراء التي وجهت شكرا خاصا للخامنئي على ثقته بهم وباختيارهم هو برلمان منزوع الصلاحيات إذن وجلسة الثقة المرتقبة ليست إلا تمويها يقول المعارضون والمنتقدون ويؤكده المسؤولون في موقع المسؤولية وعلى رئسهم وزير الخارجية فعلى لسان جواز ظريف اليوم يعود مصطلح الاقتصاد المقاوم إلى الواجهة وهو المصطلح الذي اختلقه خامنئي قبل سنوات طريقا لبلاده في مواجهة العقوبات اقتصادا يوصل الأبواب في وجه أي انفتاح تراوغ طهران وتجاهر برغبتها في تحقيقه معنا من لندن الناشط والباحث السياسي على قاطع الأحوازي أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية وإلى ورفة الأخبار لو تشرح لنا مما يشكو هذا النائب في البرلمان عندما يقول بأن الحرس الثوري يتدخل في وزارة المخابرات الداخلية يعني ما هو دور وزارة المخابرات ودور الحرس الثوري في المخابرات؟ في الواقع عندما يتكلم النائب علي مطهري وهو نائب رئيس المجلس الشرر الإيراني هو يعني المؤسسات الموازية للمؤسسة الأساسية التي هي وزارة الاستخبارات فعندما يتم مسائلة علوي قبل هذا عن بعض الجرائم التي ترتكب وبعض الانتهاكات التي تحدث فهو يتهرب من الجواب ويقول أنه ليس هو المسؤول وهذا يعني أنه بموازات وزارة الاستخبارات هناك غوى أمنية أخرى تعمل أيضا في إيران فهذا كان يعني وزارة الاستخبارات تقوم بعمليات واغتيالات وتعترف فيها وأما ما لا تعترف به فهذا هي من تنفيذ الحرس الثوري تتهرب بالواقع هي تتهرب من الإجابة على تساؤل أعضاء مجلس الشورى وعلى رأسهم مطهار كما رأينا كذلك هناك يعني في كل السلطة هناك انقسامات هناك تباين وحديثنا يأتي على أساس مؤشرات وأسباب المؤشرات هي هناك بعض الغوال التي تتحدث وتتحدى حتى المرشد ومن ضمنهم أحمد النجاد يعني نعرف احنا آخر تصريح لأحمد النجاد وصف المرشد بالشاه وهذا لا يقوم به إنسان عادي إلا إنسان خلفه قوة أحمد النجاد له خلفية حرس ثورية وكذلك مير حسين موسوي وكروبي هؤلاء رجال حرس الثورة هؤلاء الآن يعملون يتحدثون عن انتهاكات كثيرة فالأمر هذا مؤشر على أنه هناك انقسامات هناك تباين أيضا المؤشرات الأخرى التي تحدث في المجلس ونحن نرى مثلا قدوسي الذي هو ممثل محافظة خراسان أو مشهد بالأخص يعني مدينة مشهد هذا يتهم الكثير من الوزراء والمسؤولين في كابينة روحاني بأنهم خونة وهذا مؤشر آخر على أنه هناك جانب آخر يتحارب مع الجانب يعني أنت تقول أن هؤلاء هم جنود الحرس الثوري الذين يتحدثون ويتحدثون بقوة حتى أن المرشد نفسه لا يهمهم أحيانا وإن كان هناك البعض يخالفك الرأي يقول أن أحمد نجاد قد يدخل السجن قريبا لأنه يعني صعب أن تتحدى المرشد نفسه لكن لو نعود إلى موضوع الحرس الثوري دوره في الإعلام في الجامعات هل يلبس لبس المخابرات حرس الثوري مفروض أن يكون في ساحات القتال لكن ما هو دوره في الجامعات وفي الحياة العامة؟ الآن الحرس الثوري مؤسسة طبعا لا ننسى أنه خلفية الحرس الثوري هي ميليشية الحرس الثوري ليس بجيش كلاسيكي قياداته ارتقت المناصب حسب الترتيب كلاسيكي العسكري المعروف الحرس الثوري عبارة عن ميليشيات مؤسسات ميليشياوية تقوم بعمل بلتجي بدون أي إرادة أو أي حساب وهذا خلق من مؤسسة الحرس الثورة يمكن أن يقول المالك الحقيقي لجميع مؤسسات الدولة الغوية شركة النفط، الاتصالات، النقل، الصنايع الثقيلة، الصنايع السلاح هذا إذا احتبرناها مشاريع شرعية أو عمل شرعي هناك أيضا الحرس الثوري يقوم بأعمال غير شرعية ومنها تجارة المخدرات، تهريب البشر، وتجارة السلاح وهناك معشرات كثيرة كما تعرفون ويعرف المشاهد حرس الثوري متهم بها، يعني تجارة السلاح إلى اليمن، إلى أفريقيا موضوع مساءلة الحرس الثوري يعني إذا كان هناك شخص من الحرس الثوري قام بجريمة تجاوز القانون كيف يتتم مساءلته قانونيا ومحاسبته؟ المعيار في ذلك التقرب من المرشد إذا كان قريب للمرشد، فبسهولة يمكن إفلاته من العقاب وإذا كان بعيد وينتمي إلى الجبهة الأخرى التي تبوأت منصب، مثل الكثير من التي تبوأت منصب، وهم لهم خلفية حرس الثورة وبعد أن حرموا من هذه المناصب وحرموا من النهب، أصبحوا معارضين هذا يتم محاسبته، أما إذا كان مغرب البيت رهبري أو المرشد، فيتم تبرئته بسهولة طيب، لو ودنا إلى جلسات البرلمان الآن يعني دليل وأمثلة دليل وأمثلة نعم، حتى مثلا كالروبيا الذي تحدثت عنه قبل قليل كان من خلفية حرس الثوري لكنه الآن تحت الإقامة الجبرية ومضرب عن الطعام الآن النقطة التي أريد أن نذهب إليها هي موضوع التصويت بالثقة على الحكومة يعني هذه كلها الآن انتقادات تجري ضمن هذه الجلسات المناقشة هل يتم فعلا مناقشة الوزراء والبرنامج الوزاري بشكل فعلا حقيقي في هذه الجلسات التي تأخذ طابعا جريئا أم أنها مسرحية صورية تتم بعدها تبرير كل شيء طالما أن المرشد صادق وموافق على الحكومة وعلى الرئيس يعني فلنقل في الوزارة هناك مناصب هناك وزارات أساسية ومهمة هي وزارة الدفاع ووزارة الأمن والاستخبارات العدل ووزارة النفط هذه الوزارات بدون أي شك يعني أي متابع للشأن الإيراني يعرف واح عبر تاريخ الثورة الإيرانية الذي يعينها هو المرشد في التغرير حضراتكم أشرته وهي الحقيقة أنهم عندما تم تسكيتهم شكروا المرشد فهؤلاء يتم اختيارهم دائما من قبل المرشد والمرشد حقيقة اختيار يأتي بناء على تسكية وزارة الاستخبارات التي هي ربيبة الحرس الثوري فلنعرف كيف التشكيل حرس الثوري هو الذي يزكي هذه الوزارات المهمة والأساسية في كابينة أي رئيس جمهورياتي فرأينا هنا الصراع ليس عن وزارات الجانبية رغم أنها مهمة لكن الوزارات الأساسية يتم الصراع عليها ويتم المرشحين لها بتسكية وتأيد من المرشد نعم شكرا جزيلا لضيفنا من لندن الناشط والباحث السياسي علي قاطع الأحوازي الآن إلى طائفة من مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجملها لنا شانتال نعم يوسف سنبدأ ببعض المشاركات والمشاركة الأولى لأحمد معنا يقول فيها أحمد الحرس الثوري الإيراني وداعش وجهان لعملة واحدة مجد أيضا يشارك معنا في هذا الملف يقول الحرس الثوري ذراع رئيسي لنظام ولاية الفقه في القمع في الداخل وتصدير الإرهاب في الخارج سامي يتحدث أيضا عن الحرس الثوري الإيراني ويقول أنه استعد المنطقة كلها بممارساته وممارسات أعوانه في كل بلد وأيضا تغريدة معنا لناصر ناصر يقول الحرس الثوري يتحكم في كل مفاصل الدولة في إيران كما أنه محرك رئيسي لدعم الحوثيين وحزب الله والحجد الشعبي ودعم الخراب في البحرين ومسؤول عن قتل الألاف في المنطقة يعني توقفت هنا مع يعني تشبيه فعلا أو توصيف دقيق لضيفنا قال أنه لا تنسى أن الحرس الثوري اسمه حرس الثوري لكنه في إيران ميليشيا وفي النهاية نحن نعرف كيف يعني الميليشيا لا يهمها قانون لا يهمها سلطة لا يهمها حتى يعني محافظة على كرامة الناس وحقوق الناس والبشر وبالتالي يجب أن لا ننسى أنه هذا ليس جيش نظامي يعني له قائد واحد يسيطر على كل شيء هناك ميليشيات تتصرف كأنها أحيانا مافيات أو عصبات لأنها محمية نسهل جدا يوسف أن نفهم كيف تتحرك في الداخل لأنه عندما نرى كيف أعوانها يتحركون في الخارج نفهم بطبيعة الحال ما هي أسسها هنا نتحدث عن الحوثيين نتحدث عن الحجد الشعبي نتحدث عن حزب الله اللبناني ونرى كيف يتعاملون داخل ملدانهم هذا هو تصغير لما يقوم به الحرس الثوري شكرا جزيلا لك شانتا شكرا جزيلا لك شكرا شكرا جزيلا لك شكرا